بالضبط يعني واحد من ولادي نادي الاهلي كابتن عظيمة يمكن هو بدأ مشواره في النادي الاهلي من حلوان وبعد كده موجود في فريق نادي الاهلي اعتقد كمان عصر حضرتك قبل ما تسافروا انتو الاثنين بنفس الدفع يعني وسبحان الله وجهتك انتو الاثنين برضو استقرت في ألمانيا بعد كده يعني يمكن كابتن عظيمة او عظيمة زي ما الجمهور نادي الاهلي عارفه الناس عارفها لما يرجع واشتغل مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولما اشتغل فترة مع الفريق الاول في فترة الهولندي مارتين يول لكن وهو لعيب ليه عظيمة سافر بدري سافر برضو في سنة تسعين تحديدا في اغسطس تسعين خرج من الاهلي جالوا عرض من نادي فورتونا كولن الالماني والعرض ده بالمناسبة برضو للمعلومة اللي حتى كانت جديدة على ان العرض ده جابوا مصري مقيم في ألمانيا اسمه في وقت حسان الله يرحمه خلاص توفى كان عنده وكالة تسويق لعبين في الوقت ده في ألمانيا وهو اللي جاب العرضه وقتها عظيمة سافر على ألمانيا وابتدى انه يلعب مع نادي فورتونا كولن هو ما كانش بيلعب في بونز ليجا 1 هو بيلعب بونز ليجا 2 بالزبط ويعني كانت خطوة جديدة على الكرة المصرية ان العيب بياخد مغامرة زي دي دايما اللعيب بيفضل انه يروح على فريق دوري ممتاز فريق بطل فريق كبير علشان يحقق طموحه لكن مشواره لما نبص عليه هو بدأ في فورتونا كولن قدر ان هو يثبت نفسه بشارك ماتشات كتير عنده يعني في أول موسم يبتدى يشارك أساسي